موسيقى وارجعت لكم فيديو دي بس قبل ما ابدأ معاك الفيديو لو انت مهدمة بالنصائح بعادة التدبير بالأعمال اليدوية اتأكد ان انت لم تشتراك للقناة وفعلت الجرس عشان تستفادي مني بكل جديد يلا بينا نروح على الفيديو باتمنى لكم مشاهدة ممتعة يا مستائل فال قبل ما ابدأ الفيديو كالعيدة ارحب بكل اخواتي اللي انضموا جديد هنا في القناة لينا وحب كمان ارحب بكل متابعيني في كل مكان واهلا وصحنا بكم يا رب دايما كده اكون عند حصن وكل حاجة جديدة انا ازلها تعجبكم تقدروا ان انتو تستفادوا منها باذن الله فيديو نهاردة هو عادي تدوير لبرتمون هنعمله بطريقة شيك جدا وبسيطة جدا وكمان فكرة هتعجبكم ومش هتستغني عنها ده كده مبدأ ايام برتمون انا غسطيه كويس جدا ومنشفه ومعي كاس كمان كان موجود عندي مش محتاجه يعني هنفز به الفكرة بتاعت النهاردة هاخد الكاس كده مبدئيا والغطي وبتدي ان انا ارشهم بال اللي هو الاسبري ده لو مش بتوفر عندك الاسبري ممكن تستخدمي الوان القراطول تمام وبتبتدي ان انت تدهيني باستخدام اه او باستخدام فرشة تمام بس الاسبري ايه بنرش طبعا اهو انا خلاص كنت هنا رشتهم ونستتم من غاية ما ياخدوا وقتهم وينشافوا تماما هنيجي بعد كده نلزق الكاس اللي هو هيكون القاعدة بتاعت الفكرة بتاعتنا في البرتمون تمام بس معي الاول عايز اقول لكم ده مقبض كده شريعة من عند الموان تمام اه ده وتعامل اتنين جنيه سعر وعامل اتنين جنيه هستخدمه النهاردة معي في فكرة بتاعت النهاردة حلزقوا بس هنا كان نفسي بصراحة الزقوب اللي هو اللزق بتاع الصاروخ ده وهو الامير ده بس بصراحة لقيته الخلصان يعني فما حبيتش ان انا اوقف نفسي جبت بقى اللي هو الجلوب بتاع الدوافر عايز اقول لكم انه هو عامل هو انا حاسن هو زي الامير او زي اللي هو الجلوب تاع الصاروخ ده تمام بس طبعا لو الصاروخ دوت متوفر عندك ااا استخدميه احسن يعني لانه هو اقوى بكتير هو زيه بينزق بس الصاروخ اقوى عشان خاطر الامان. نزقت كده المقبض اه المرعية تمام? وحسيبه بقى مش حاجة يجنبه لغاية لما ينشف تمام. بنفس الطريقة حلزق كمان الكاس بتاعي عشان ده اللي هيكون الكعدة بتاعت الفكرة بتاعتنا النهاردة. وتواصلي كده باللزق دوت وانتي بتحطيه عشان الشغل بتاعي كيسبت وما يفكش منك ده. بعد ما خلاص هنا صبت الكاس وفي القعدة بتاعت البرتمان من تحت. ويدي كمان الغطى بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. اهو اه انا هنا هستخدمه تقدري ننسي احط يعني فيه حلويات وكده. تقدري مسلا اللي هو البنبوني والتوفي والشوكولاتات الصغيرة وكده. تقدري ما ننسي استخدميه في الطمر يعني بمناسبة ان احنا في رمضان. وتقدميه كده قدام ضيوفك بيبقى شكل حلو جدا. تحطيه بقى مع فسنية الشاي. تحطيه مثلا تشوفي انت بتقدمي الطمر مع ايه مع قهوة مع كده هود. تمام? فهو فكرتين. فكرة لتقديم. تحطي فيه الحلويات البنبوني والشوكولاتات والشوكولات دي. وفكرة كمان من ضمن تقدمات الطمر. انا بقى كده خداص على صفحة الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يا رب يكون عجبكوا لا اهو مرة بتشوفيني زي بصورة اعمالي اشتراكي. انا يفعلي الجرس عشان كل حاجة نصدرها جديدة. يصلك اشعار بيها وتقدر ان انت تستفيد منها ان شاء الله. تابعيني يا حليبين او تنسوا تحطي لايك كبير للفيديو لانه بيرفع من الفيديو. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. شوفكم على خير الفيديو من قليل مع السنة.